مع وجود أغلبية متطرفة من النواب داخل الكنيسة وتنص المجتمع الدولي من مسؤوليته لمحاسبتهم تمكن الكنيسة من تمرير عشرات القوانين التي تستهدف الفلسطينيين ووجودهم نتابع أقر برلمان الاحتلال الكنيسة منذ استئناف دورته الشتوية في 27 من 21 مجموعة قوانين عنصرية تحريضية تستهدف الوجود الفلسطيني فقد أصبحت مهمة البرلمان الأساسية بأغلبية نوابه من اليمين المتطرف إقرار قوانين تعتبر وجود أصحاب الأرض الأصليين في فلسطين وجود مؤقت هذه القوانين العنصرية التي يسمها الكنيسة ليست بالقوانين الجديدة منذ أن شكل الكنيسة حتى اللحظة وهناك مزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف على وجه التحديد الوجود الفلسطيني عنصرية لماذا؟ لأنها تطبق على العرب كونهم عرب ولا تطبق على اليهود باعتبارهم يهودا الاحتلال والحركة الصهيونية والأحزاب الصهيونية تريد دولة يهودية خالصة دون أن يكون هناك أي عنصر آخر فخلال الشهر المنصر أقر الكنيسة قانونا يسمح بفرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال أصغر من 15 عاما بالإضافة لمشروع قانون يسمح لحكومة الاحتلال سرقة أموال الضرائب الفلسطينية بمبلغ يوازي ما تنفقه الحكومة مقابل أضرار نتجت عن عمليات فلسطينية كما وأقر البرلمان قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات وقانونا آخر يسمح بفصل معلمين وإغلاق مدارس تتهم بدعم الإرهاب فيما ترك مفهوم الإرهاب تطفاض لتسهيل استهداف التعليم كما ونجح الكنيسة باستهداف منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بحظر عملها داخل حدود كيان الاحتلال عندما نتحدث عن القدس المحتلة هناك تغيير لمعالم القدس سواء أسماء الشوارع الأماكن يعني موضوع التعليم المدارس المناهج كل ذلك هذا له علاقة بأسرلة المدينة وأبعد من ذلك بأن الاحتلال يريد أن يكون هناك أغلبية يهودية في القدس المحتلة في الداخل هناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني ما زالوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثمان وأربعين الاحتلال لا يريد أن يكون هناك وجودا للفلسطينيين هو أيضا يريد يهودية الدولة وعلينا أن نتذكر القوانين التي طرحت والحديث التي كانت السياسية مع أميركا مع ترامب وغيره حول يهودية الدولة لا يوجد شيء في العالم يتحدث عن هذا الموضوع وعن الدولة باعتبارها أنها خالصة سوى أن هناك أبعاد عنصرية لقد استهدف برلمان الاحتلال وخلال الشهر المنصر فقط الأطفال ونظام التعليم والأونروا ووجد طريقة لجعل سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الشهداء أمرا مشروعا ورغم عنصرية القوانين لم يرفض البرلمان أي مشروع قانون يستهدف الوجود الفلسطيني بل يمكن لأي عضو كناسة اقتراح مشروع قانون يضر بالفلسطينيين ليحظى بموافقة الأغلبية على الفور ويصبح قانونا نافذا من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا